السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته فمن كره فقد سلم لازم تكره هذه المعاصي اللي بيعملها الحكي لازم تكره الظلم مش تبرر أو تقع أو تبرر الخطأ أو تفرح بالخطأ أو ما تقولش على الخطأ خطأ لا تنكر بقلبك وتكره هذه المعاصي تتبرأ إلى الله منها وفيما الدرجة تانية بقى فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم فيما يوجد عندها قدرة توصل للحكي أو عندها شجاعة توصل للحكي أو عندها إمكانية راسل الحكم جذاكم الأخر انكروا على الحكم بتقول لي مش أنتوا بتقولوا بلاش خروج على الحكم نعم من أصول أهل السنة عدم الخروج على الحكم لكن ما فيش ترابط بين الخروج على الحكم والإنكر عليه يجوز الإنكر على الحكم لكن ما يجوزش الخروج عليه أنكر عليه زي أي شخص لكن بدوابط طبعا نما الخروج هي محاولة تزالته بالقوة أنا مش بحاول أزيله أنا بقول له اتق الله في الأمر ده فده جائز طبعا جائز واجب عليك إلا لو حصل إكراه هيقتلك هيقصيرك حينفيك هياخد أموالك كلها لا هنا أنت مكره يستحب ليك لأنت تنكر برضه أفضل الجهاد كالي متحق عند سلطان بس مش بنلزمك بذلك يبقى لإما تكره المعصية لإما تنكر المعصية المصيبة في مين بقى فمن كرها فقد سالم فمن كرها فقد برئ ومن أنكر فقد سالم ولكن من رضي وتهبع رضي بالقتل رضي بالظلم رضي بالقتل المحرم طبعا رضي بالظلم رضي بالسرقة رضي بالأثرة ياخد الفلوس لنفسه ويسيب الناس رضي بالمعاصية أي أن كان بقى الحكم مدامت رضيت بالمعاصية بقى كأنك مشارك ومقر بهذه المعصية إنما المسلم يقره المعاصية كل ده في إطار عدم الخروج على الحكم لأن تكملت الحديث إذن ألا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما أقام فيكم الصلاة فالحديث ده جمع بين الشيئين اللي الناس فكروا متنقدين أو كثير من الناس فكروا متنقدين بين الأمر بالمعروف ونع المنكر وبين عدم الخروج للحكم أيوة ما تخرجوش عليهم مدام أقاموا فيكم الصلاة بس أنكر عليهم أنكروا عليهم طب ننكر عليهم إزاي؟ قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينصحه علانية ولينصحه سرا فإن قابله وإلا فقد أدى الذي عليه يبقى الحاكم لي نظام خاص في الإنكار ما ننكرش عليه علانية عشان كده الكلمة تحقق عنده سلطان جائر عنده تروح له وتقول له كلمة حق مش تهيجي الناس عليه ونحو ذلك لا تقول كلمة حق وتنكر عليه يبقى تنكر بقلبك وتكره المعاصي وتنكر بلسانك لو تستطيع لكن بدون الخروج على الحاكم فده فعلا هذا الحديث دستور إنصح التعبير في كيفية التعامل مع ظلم الحكام ننكر ونكره وما نقرش وما نرداش لكن ما نخرجش عليهم لما يحدث من مفاسد كثيرة بسبب الخروج على الحكام دعموا الفيديو بشيروا لايك وكومنت واشتراك في القناة وشوفكم مرة جاية والسلام عليكم